بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي وأحباب شافية المغربية لكم مني السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يعينكم في جميع المواقف ويعينكم تمولدتكم ويصخر لكم ما في السماوات وما في الأرض هذي دعوتي مني لكم إذن أحبابي غادي نحط واحد الوصفاء خاصة بتعطيل الأحوال الناس اللي عندهم تعسير في جميع الأحوال عندها علاقة بالمس أو السحر أو المس أو التوابع أو السحر تجديد كين بعد الأحيان كين شخص متسلط يتسلط عليك ويعمل لك سحر متجدد أنه بغي يشوفك يشوفك متدمر أو يشوفك في حالة سيئة أو يدير لك ترحيل من بيتك باش أنك تخرج من البيت أو أنك تكون يدير لك تعسير الأوضاع المالية تكون عندك سفر ولكن تتلدد هو بالألم ناس أنه مشي إنسان هذا تكون شيطان من الإنس والعيد بالله من شيطان الإنس لا يخاف الله لأن الله لابد لابد ياخد الحق في كل مارد شيطان الإنس أو شيطان الجن تنتمنى ربي سبحانه وتعالى يبعد منكم هات شر الشياطين الناس اللي عندهم تعطيل الأحوال بالزبت الناس عندهم مشاكل إما عندها مشروع في البيت ما تسخرش لها أو عندها مشاكل في أي حاجة ولكن تتقول ديورة لي شي حاجة ولكن بعد الأحيان ما كانش اللي يدار ما كانش اللي يدار لهذاك الشخص إلا من أفعاله هو أفعال شيطانية تكون أنه يتكلم بالسوء على الناس أنه عواض أنه يذكر الله ويصلي واستغفر أنه تبقى جامع الناس والناميمة وتيكون تيتعظم تيتعظم بقوته وتيكون جامع عليه الناس ويكون مع الناس أما من يكون بحده تيكون ضعيف لاحظوا الأشخاص اللي تيكونوا شياطين الإنس تيكونوا تيتعظموا بالناس من يكونوا مع الناس يحس برأسه أنه أنه عنده واحد نخوة وعنده بقى يتكلم بالسوء اللده دياله هو أنه يلقط أخبار عن الناس ويوزع على الناس هذاك هو هذاك هو العيشة دياله والحياة دياله ولكن تنقولوا أعود بالله من الشيطان الرجيم عليهم اللعنة بلعنة الله قال الناس اللي تيخربوا البيوت قال الناس اللي تيديروا أفعال شيطانية تıktولون لهم حسبون الله ونعم الوكين ولكن الناس اللي تيتجدد لهم السحر الناس اللي تيتجدد لهم السحر كل مرة من شهر إلى شهر أنت يديروا هذاك السحر تيديروه في الأوقات الشهور العربية الوقت اللي تيكون الشهور اللي تتفارقوا غادي غادي خرج هذا الشهر يدخل الأخر أنهم تديروه في الشهر العربي في اللخر دياله ولكن اليوم غدا نعطيكم واحد الوصفة خاصة بإذن الله الواحد القهار أنها غادي تحط أحدها بابك وغادي ترش بابك وغادي إن شاء الله ترش على الجدران ديالك وربي غايف يفرج من حال إلى حال السحر الأسود أو السحر التجديد أو السحر السحر المنكر أو النكر أو كما سمته أو السحر المتجدد من قلب أسود قلب ما تخافش الله أنه ما تعرفش أن الله يراه ولكن حسبونا الله ونعم الوكيد أول حاجة غادي ناخد غادي ناخد سنوج ناس لي ما عندهمش سنوج غادي ياخدوا حبة البركة غادي ياخدوا ملحة صخرية غادي ياخدوا نوا ديالطمر سبع نوا ديالطمر نوا ديالطمر تيفو سخ السحر قوش لوحوه وقشور قشور البيض بعد إن شاء الله ونحط لكم وصفات ديالقشور البيض إن شاء الله بحول الله وقوته غادي ناخد غادي إذا كانت عندي أم الناس نطحنها ونديرها تهي دراء دراء فيه أم الناس مطحونة إلا عندك أم الناس تيحطها مع الماء ولكن غادي ناخدوا الماء حالكا غادي ناخد الماء وغادي نحط فيه ثلاث قطع ديال ثلاث قطع ديال ديال ملحة الصخرية إلا ما عندكش ملحة صخرية نقدر ندير ملحة طعام على حسب على حسب ثلاث قطع ثلاث أنا عندي ثلاث أنتم ما ديروا سبع نوا ديال الطمر هواتي يبطل عندكم عندكم السنوج اللي مطحونة معه مطحون أم الناس أم الناس هيا اللي عنده أم الناس يدير ما عندوش يدير شوية الحلبة غادي ندير ثلاث أبسط ديال السنوج غادي إن شاء الله غادي نقرأ علي هاد القراءة غادي نقرأ علي هاد القراءة بنية إلطال السحر المتجدد أو الأسود أو منع 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 السحر يدخل البيت أو الحسد أو أو أي حاجة عندك فيها شر ليك هاد شي غادي يمنع بإذن الله غادي ينقرأ لي 21 مرة أعود بالله من الشيطان الرجيم وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر من حيث أتى السحر معمرو يفلح ولا يفلح الساحر من حيث أتى السحر سبحان الله العظيم مهما جرى ومهما دار معمرو يفلح ولا يفلح الساحر من حيث أتى منوصل ولا يفلح الساحر من حيث أتى نقولها ثلاث مرات أو سبع مرات وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر من حيث أتى الساحر معمرو تفلح معمرو تفلح ولا يفلح الساحر من حيث أتى سنقولها 21 مرة هذه الآية لإبطال جميع أصحار سنحاول نخليه ثلاث أيام أحدى الباب أحدى العتبة هو بحالك كما تغطيه موالوحيد لك الطاقة السلبية لدخلها من الباب الطاقة السلبية لدخلها من الباب عن طريق الرجلين أو على طريق المرشوش أو على طريق كلمسو أو على طريق العوارض اللي عندك إذن نخليه ثلاث أيام ومن بعد سنأخذ كسرونة ديال الماء سنأخذ كسرونة وسنحسبخ مزيان وسنبخر به المكان على طريق البخار فقط لأن الناس ما تبغيوش الدخان كين الناس ما تبغيوش الدخان كين اللي ما بغاش يقرأ حيث احنا حطيناها ثلاث أيام سحبت لنا السحر ولكن خسنا نحطها فوق النار باش ذلك السحر يتبخر ما يبقاش ذلك القرآن غي يبخره مع التبخ وغادي ندخل إلى باب الغرفة كل غرفة نبخرها بماء والسنوج والسنوج ومع أم الناس ومع هذه الملحة الصغرية غادي إن شاء الله غادي تبخيها جيدا وغادي تطلق بخور كثير وعادة نبخر بها الزواية البيت والبيت والعتبة وكل شيء ومن بعد هذا الماء غادي نصفيه غادي نصفيه على أساس أنني غادي نخويه غادي نرشه على الجدران والرشه على العتبة والرشه على أي مكان لأن ماء القرآن من تتبخت صار في تبخر وغادي نجمع ذلك الماء وغادي إن شاء الله نلوحه في مكان عاشب إذن طاقة السلبية دي السحر كلها حصرناها بهذا القرآن الكريم وبإذن الله الواحد القهار لابد أننا نحيد التعطيل نحيد التعطيل اللي تعطيل الحساد تعطيل السحر تعطيل الموانع اللي عندي معشرة لي يقع الأمور ديالي مع أولادي مع الزوج ديالي كان الزوج المعطل عن العمل أو عنده عمل ولكن توقف إذن أحبابي وأحباب شافية المغربية إذا عجبكم الوصفات خلوا لي تعليق خلوا لي لايك دعموا القناة وإن شاء الله نحط لكم لليان ديال القناة التانية إن شاء الله دخلوا عندي ومرحبا بكم وألف مرحبا تنقول لكم شكرا على كل حاجة حطيتها حقي من تعليقات ومن إيجابيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة